ترجمة نانسي قنقر هذه المشاركة السياسية كيف تقرأ اليوم تطور مشاركة المواطن البحريني خلال خمس دورات انتخابية متتالية نعم بطبيعة الحال المشروع الاصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم تضمن العديد من الإجراءات والقرارات وأيضا ما ورد في مثاق العمل الوطني والتعديلات الدستورية لسنة 2002 من ضمانات للحقوق المدنية والسياسية وبالتالي طبعا أصبح المواطن البحريني أو المواطنيين البحرين رجالا ونساء أصبح لهم الحق في المشاركة في الشئون العامة واختيار ممثليهم بكل نزاهة وفقا للعدالة والمساواة والمتتبع طبعا ولو نظرنا إلى الدورات الانتخابية الخمسة الماضية نلحظ أول أنصر أساسي فيها الثبات والاستغرار وهذه نقطة جدا ممتازة فقد استقرت والله الحمد خلال 20 سنة هذه العملية الانتخابية وأيضا كانت لها من المتانة والقوة والثبات بالإضافة إلى التطور فجميع هذه الدورات الخمسة التي مضت نسبة التصويت كانت أعلى من 50% وهذه نسبة تعتبر عالية قياسا بحداثة التجربة والمساحة وعدد السكان وهذا ما لا شك طبعا هذه النتيجة راجعة إلى تفهم ووعي الإنسان البحريني لأهمية مشاركة في الشئون العامة وممارسة لحقوق السياسي المنصوص عليها في الدستور نعم نتحدث أيضا أن مملكة البحرين حرست دائما على أن تكون العملية الانتخابية تحديدا متوافقة متناسقة مع المعايير الدولية التي نصت عليها المواثيق والمعاهدات وخاصة ما يتعلق بحقوق الإنسان إلى أي مدى استطاعت مملكة البحرين أن تحقق هذا؟ نعم مثل ما تفضلت استاذة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نص على ضرورة توافر هذه الحقوق المدينية والسياسية وحرية الانتخاب ونزاهته وأيضا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي انضمت له مملكة البحرين أيضا تم النص على ضرورة توافر عملية انتخابية حرة وشفافة هذه النتيجة لانضمام البحرين طبعا لهذا العهد انعكس ذلك على ميثاغ العمل الوطني وتم النص طبعا في الفصل الثاني البند السابع على هذا الحق للمواطنين طبعا رجالا ونساء المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية طبعا بما في ذلك حقي الترشح والانتخاب وأيضا ورد ذلك في المد الأولى من الدستور في البند ها فاجتملت هذه أيضا القوانين والتشريعات على ضمنات ومعايير دولية منصوص عليها في الدول في التشريعات الدولية أيضا ومن ضمن هذه القوانين اللي انظمت العملية المرسوم بغانون رغم 14 لسنة 2002 بشأن مباشرات الحقوق السياسية وأيضا المرسوم بغانون رغم 15 لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب هذين القانونين تضمن العديد من الضمانات والمعايير الدولية إذا سمحته لي على سبيل المثال وعلى عجالة على سبيل المثال وجود لجان من رجال الغضاء والغانون سواء اللجنة العليا أو اللجنة المشرفة على الانتخاب أو اللجنة الفرعية واللجنة العامة أيضا عرض جداول الانتخاب لمدة معينة لكي يستطيع الشخص التأكد من وجود اسمه ومن ثم جواز الطعن على هذه أمام اللجنة وأمام المحكمة أيضا جواز حضور ممثلي منظمات المجتمع المدني وأيضا الصحافة والإعلام وممثل المؤسس الوطني لحقوق الإنسان في قاعات الانتخاب بيوم الانتخاب وأيضا السماح للمرشحين وممثليهم من دخول هذه القاعة كذلك أيضا تكون عملية الفرز أمام حضور كل هؤلاء بالإضافة إلى السماح خلال 15 يوم من إعلان النتيجة للطعن على نتيجة الانتخاب هذه كلها معايير وكلها ضمانات طبعا منصوص عليها في التفاقيات والعهود والسكوك الدولية نعم دكتور من الله الحماد يعود مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان شكرا جزيلا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لكم شكرا